مساء الخير على كل مشاهدين الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج النص الحلو موضوع حلقتنا النهاردة عن العنف ضد المرأة والعنف ضد المرأة بيصنف نوم من اكتر انتهاكات حقوق الانسان الموجودة في العالم وده بيسبب معاناة كبيرة اوي لأي ست واي بنت موجودة في مجتمعنا العربي او حتى الغربي سواء من الناحية الجنسية او الجسدية او حتى النفسية وبمناسبة فعليات حملة منهضة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة اللي بيستمر من يوم 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر فكررنا في برنامجنا النص الحلو النهاردة اننا ندعم حملة منهضة المرأة لان هي فعلا النص الحلو اللي بيزين المجتمع وعشان كده هتشاركنا في حلقة النهاردة وتنورنا وتشرفنا دكتورة هالة سكر عضو المجلس الاستشاري لشبكة اعلام المرأة العربية وصاحبة ومؤلفة كتاب مملكة الحب تعالوا بينا ناخد فاصل ونرجع نستقبل ضفتنا الكريمة ان شاء الله بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم مرة تانية واستقبلنا ضفتنا الجميلة الدكتورة هالة سكر عضو المجلس الاستشاري لشبكة اعلام المرأة العربية وصاحبة ومؤلفة كتاب مملكة الحب اهلا بحضرتك يا رجل اهلا بك نورتنا وشرفتنا دكتور بصراحة انا لما بحثت في موضوع العنف ضد المرأة لقيت احصائيات خضتني انا شخصية بتقول ايه الاحصائيات بقى ان واحدة من كل تلات نساء وفتيات بيتعرضوا للعنف الجنسي والجسدي وفي معظم الاحيان بيكون من طرف العشير وان بنسبة واحد وسبعين في المية من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم بيبقوا من النساء والفتيات وان تلاتة من اصل كل اربع نساء بيتعرضوا للاستغلال الجنسي كل ده بيندرك تحت مسمى العنف ضد المرأة ممكن بقى حضرتك تعرفينا ايه هي بقى اسباب العنف ضد المرأة من الاساس اسباب العنف ضد المرأة بالذات في دولنا بتيجي من عدة اسباب الحقيقة هو مش سبب واحد طبعا يعني طبعا مبدئيا كده في اسباب اجتماعية تمام وفي اسباب نفسية وفي اسباب دينية تمام بمعنى ايه الاسباب الاجتماعية طريقة تربية الاهل لولادهم يعني انا بقول انه المرأة هي السبب في العنف ضد المرأة ليه؟ لانها بتربي ولادها غلط بطريقة غلط بتربي البنت على الخنوع على قبول اي شيء يعمله الزكر اخوها اخوها والدها خاطبها جوزها ايا يعني انتي تسمعي كتير جدا واحدة تروح لأهلها جوزي مش عارفة بيفني لا اسم بولي استحملي كل الرجالة كده مين قالي بكل الرجالة كده يا جماعة النقطة التانية بتربي ابنها على انه ذكر مش راجل بصدر اصلي فيه فرق يعني بتربيه ام يعملي لاخوكي هو اللي له الكلمة القولية والسلطة حتى لو اصغر منها اسمعي كلام اخوكي هو الولد بالزبط هو الولد يصهر زي ما هو عايز يروح ييجي فهو اتربى بشكل مش صح ما فيهوش احترام للمرأة بالزبط الجزء النفسي احيانا كتير بنلاقي عائلات مثلا الام مسيطرة هي اللي لها الكلمة في البيت او احيانا ده بيخلي الولد يبقى عايز يعني العكس ما هو تربى يعني بالزبط يعني مش عايز ده يحصل عنده وممكن العكس ممكن يبقى الاب مسيطر جدا فالولد شايف انه هو ده العادي يتورس الموضوع بالزبط طبيعي يعني فيه كمان للأسف رجال بتضرب زوجاتهم قدام الأولاد بالزبط فهو بيشوف انه طب عادي والست مكملة معاه امامته مكملة ورادية ومستحملة بالزبط فيبقى ده العادي فبي يعني بيتورس الحكاية دي بتبقى حاجة نفسية عنده انه عادي تربية مبدئيا كده رقم واحد تربية تربية اساسي يعني ده واحد واثنين وثلاثة وعشرة اساسي تربية طبعا والتربية طبعا فيها الأهل وفيها المدرسة فيها الشارع وفيها الشارع وفيها الإعلام يعني لما حد يسأل مثلا شيخ في برنامج ويقول جوزي بيخل فيتقل لها طب عادي مش مشكلة استحمل طب يبقى ده العادي لا طبعا مش صح النقطة التانية الدينية بقى الدينية دي اللي هو الفهم الخاطئ للدين يعني الدين يعني الدين فيه مصطلحات كده بياخدوها مثلا يا دكتور زي واضربوهن يعني هما بس كده طب ده حتى الضرب ده يعني أولا فيه كذا ستيب قبل واضربوهن دي إنما حتى اضربوهن لها قواعد بزبط وبأسلوب مغين بزبط أوكي مش تدغدغها مش تخلي عنها زرق أو يعني ما ينفعش بزبط دي مش خناء يعني أوكي الفهم فعلا الخاطئ للدين في حاجات كتير قوي يعني الرجال قوامون عن النساء هو القوامة معناها السيطرة لا طبعا معناها الخناء لا طبعا معناها طلط اللسان والضرب لا طبعا ده القوامة دي مسئولية كبيرة جدا يعني أنت المسئول أصلا عنها أنت مديا ونفسيا في كل حاجة فالقوامة دي تماما فمفهومها خطأ بزبط وبعدين إحنا يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام في خطبة الوداع لما بيقولوله وصينا بحاجة وصى بحاجة الصلاة والنساء والنساء استوصوا بالنساء خيرا رفقا بالقوارير بالضبط يعني الصلاة اللي هي عماد الدين والنساء اللي هم عماد المجتمع بالضبط فأنتوا بتعملوا إيه وبعدين مش بس في الدين الإسلامي في كل الديانات يعني أعتقد فيه حاجة برضو في الإنجيل أنه أيها الرجال حبوا نساءكم كما يحب عيسى أيضا الكنيسة ولو خاتي بالك هتلاقي نفس الكونسابت اللي هو الكنيسة يعني بيصلوا فيها بالضبط والنساء فدايما فكرامهم بمعنى أرطح بالضبط ففي كل الأديان فيه تكريم للنساء بس الفهم الخاطئ بقى للدين بس دا هو دا اللي بيخلي فيه عنف تمام طب بالنسبة للحطة الاجتماعية اللي حضرتك قلت عليها أن مثلا متربيين أنهما أنهما في مجتمع الزكوري فبنستعمل العنف على المرأة طب بالنسبة للمجتمعات الغربية يعني ما أعتقدش فيه فكرة المجتمع الزكوري ومع ذلك بنسوف برضو فيه عنف ضد المرأة لا دا أنا أزيدك مش شار البيت دا العنف ضد المرأة في المجتمع الغربي أكتر مننا بكتير بكتير دا في المجتمعاتنا يعني بيرعوا ربنا شوية والله آه في المجتمع الغربي الكلام دا أكتر ونسبته أكتر بكتير جدا وده طبعا غالبا للبعد عن الدين نبدئيا الحريات المطلقة اللي ملهاش كنترولي يعني الخمور المخدرات وبعدين ما ننساش حاجة مهمة قوي على فكرة المجتمعات مثلا في أمريكا أو في أوروبا أو كده مش كل الناس متعلمة لليفل عالي ففيه نقص يعني لأنه التعليم هناك غالي جدا فمش كل الناس متعلمة مش كل الناس مثقفة فبعد عن الدين زائد شوية جهل بصدر ومع بقى الخمور وما بيبقاش في وعيه والحاجات دي زائد أنه الولاد والبنات بيبعيدوا عن أسارهم ويعيشوا لوحدهم في سن مبكر فبيبقى بيحتل خلل خلل وما فيش نضج كافي بالضبط طب عايز أعرف رأي حضرتك يا دكتور في فكرة العنف ضد المرة لو العنف مقتصر مثلا على الزوج بس الست هنا هتقدر تتعامل مثلا وإنها تطلق أو تاخد حقها بالقانون البنت بقى اللي بتعاني من العنف في البيت من الأهد من الأب من الأخ وساعات بتوصل للبنت إنها مثلا ممكن تهرب من البيت أو إنها تتجاوز في سن صغير جدا علشان تهرب من المعانادي للأسف للأسف فعلا ده بيحصل ويعني هذا استغربي لو قلتلت إنه لو الأبهات بس يعرفوا إنه يعني علميا في علم الاجتماع بيقول إن الأب ممنوع يضرب بنته ممنوع ممكن الأم تضربها لكن الأب الأب لأ لأنه هو الأمان هو السند الحماية يعني أنت بتضيعلي ده فهي سهل قوي حد بره يضحك عليها بزد سهل قوي حد يجذبها فياريت الأبهات فعلا يعني يعرفوا إنه لازم يبقى هو السند هو الأمان هو الحماية أنا بيقولش يدلع ويبقى يعني يبوز البنات لأ إنما إنه ضرب وعنف ده ممنوع إنت بترمي بنتك بزد لأي حد بره فده مرفوض تمام طب فيه إحصائية كمان بتقول يا دكتور إن خصوصا في فترة الكورونا زاد عدد ملجأي العنف المنزلي وأرقام المساعدة وصلت للحد الأقصى من الشكوى من العنف اللي بيمارس ضد المرأة إيه بقى الأسباب من وجهة نظر يعني اللي خلت الموضوع يزيد في فترة الكورونا بزد حقيقي والحقيقة ده شيء مخزي جدا لأنه يعني مفروض فترة الكورونا دي يعني تبقى عايزة يعني مفروض نتعلم منها يعني الدنيا بتتقلب في ثانية بزد يعني فإنما للأسف اللي بتقولي حضرتك حقيقي جدا زاد في المتوسط 30% دي نسبة كبيرة جدا وفي بعض الأماكن أكتر بقولك في المتوسط كمان يعني نسبة مخيفة كمان مش كبيرة بس طبعا من أهم الأسباب اللي خلت دا تزيد ونقدر نفهم ونستوعب إنه الحالة لا تصدير في رجالة كتير فقدت أشغالها كثير جدا في أصحاب أعمال فقدوا قفلوا مصانحهم قفلوا مطعيمهم مش قادرين يدفعوا إيجارات الحجاب مفيش حد ما تقصرش بي بالزبط يعني فيه ناس بقى تاخد نص راتب الوضع الاقتصادي كله اطلخمت اطلخمت فده طبعا بيعمل ضغط عنيف جدا عن الراجل طبعا أطلع بقى الضغط دا في مين أطلع غلي في مين بقى في اللي معايا في البيت أمي بقى مراتي بنتي أختي إيه هو طب إيه مبرر الراجل يا دكتور إنه واحد عنده ضغط وكابت كلنا مرنا بالظروف أكيد الست برضو كان بتعذي بالمعاناة دي طبعا إيه مبرر الراجل أصلا إنه يطلع عنفه على الكائن الضعيف اللي في البيت أيوة حيوة قوي عشان الكائن الضعيف اللي في البيت فيه الجالة كثيرة لأ الست عموما أيوة الست عموما هدية في نفسها ومش كلهم مش كلهم بس قصدين طبيعة الست مش مش إن شخصيتها ضعيفة نظبوط مش إن شخصيتها ضعيفة قصدين طبيعة الست والأنسة إنها تكون أهدى من الراجل صح وأركز مش أركز بمعنى صحبة يعني بتحتفظ بأنسة المفروض مفيش مبرر منطقي يعني مفيش مبرر طبيعي يقبل يعني يعني حد طبيعي يقبله إنما هي مبررات نفسية ضغوط على فكرة أنا لما بقول إنه إنه مضغوط من حقه يتضغط ومن حقه يتدايق ومن حقه يتنرفز مفيش بيت لا يخلو من المشاكل والخناقات طبيعي وفي حد مقبول لده ومش بس من الراجل حتى من الست ما هي الست بتتضغط يعني هو تأثر اقتصادياً وهي حتى لو ما بتشتغلش فهي مسؤولة إنها تمشي البيت بالميزانية جديدة بالظبط مزؤولة تعمل أبحاث لأولادها اللي المدارس بازت عندهم وبقى فيه لخبطة فالضغط موجود على الاتنين هي هتتنرفز مرة هو هتتنرفز مرة بس ما توصلش لعنف ما توصلش لضرب وأهانة بالظبط يعني مش المفروض توصل لده ده غير كمان إنه طبعاً هو مش قادر يخرج يشوف أهله مش قادر ينزل يقعد على القهوة مع أصحابه فهو خلاص إحنا فيه بس دلوقتي هي اللي قدام بالظبط يعني محبوس بالظبط فبيطلغ إله بقى في اللي في البيت يعني طبعاً حضرتك شايفاً العنف اللي بيمرس ضد المرأة ده بيرجع لضعف شخصيتها ولا بيرجع لإيه بالظبط هو ضعف شخصيتها ده ممكن في بعض الحالات يكون سبب تمام إنما اللي وحده لا لإن فيه ستات ذو مناصب شخصيتها قوي وشخصيتها قوية والراجل بيختارها علشان شخصيتها قوية لأ تعالي لإنتي أيوة تعالي لي بقى في الحد تعالي لإنتي أو إنتي يا شخصيت قوية لأ وبيختارها وعشان يحقق رجولته بس يا دكتور في أنه يختارها بالظبط أو أنه تعالي بقى نتجاوز يحسب ضعفها وأنا اليد العليا عليك إنش أنت قوية ده التحدي إنما وحده شخصيتها ضعيف عادي مفيش تحدي فهو عايز واحدة شخصيتها قوية يعني أنا مرة واحد قال لي أنا عايز أكثر مرات لا إله إلا الله ليه يعني ده هي سند لي كمان يعني أنت ليه تعمل كده لماذا دعمهاش وأكون سند وضهري لي هي هتكون في وقت ويوم من الأيام تكون سند وضهري لي برضو وقت الكورونا ده مفروض من أكتر الأوقات اللي شاف ده اللي بتبين يعني فضاف الشخصية سبب بس مش السبب الوحيد مش السبب الوحيد خالص هي المرأة لازم تكون طبعا لها شخصية لها معرفة بحقوقها بزر لازم تعرف حقوقها الدينية والقانونية وحاجات كتير قوي لازم تبقى على دراية بيها ولازم هو يبقى عارف إن هي عارف عشان تبقى عارفة حقها وتعرف تطالب بيه كويس بالضبط 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 هي احنا مش بنقول خناقة بس الوعي على وعي تكون على وعي ودراية العلم والوعي بنحل مشاكل كتير قوي 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 بالضبط طب يا دكتور إيه أنواع العنف اللي بيمارس ضد المرأة هل هو عنف الجسدي بس ولا فيه أنواع أخرى لا طبعا فيه أنواع أخرى العنف الجسدي ده طبعا أشهرهم يعني اللي معروف لإنه فج قوي ضربه وقزى جسدي وكده إنما برضو فيه عنف جنسي وفيه عنف اقتصادي وأسكى أنواع العنف النفسي طيب بيلعب على نفسي ده الجسدي معروف إلى حد كبير طبعا يعني أنت للأسف بتلاقي يعني أزواج بيدرابه زي ما قلت لك من شوية زوجاتهم وقدام ولادهم بزداد مثلا فالعنف الجسدي ونسي بقى تروح المستشفى تعمل تقرير طبي مش عارفة 21 يوم يعني فيه قصص وهو العنف الجسدي أكتر أنواع العنف اللي له طرقه اللي تقدر يتأخذ بياه حقك يعني بتعملي تقرير طبي وتروحي تشتكي فيه وياخده عدم فيه أدلة على العنف فيه أدلة بالضبط العنف الجنسي الأدلة بتاعته أضغف طبعا ولكن هو فيه مش بس بين الزوج والزوجة يعني لما أب يجبر بنته على أنها تتجوز واحد مش طيقه ده نفسي بقى برد لتنين العنف بالضبط أحيانا ممكن يبقى فيه تركيبة يعني معظم أنواع العنف أحيانا ممكن توصل في الآخر لجسدي إنها لو ما سمعتش الكلام هتتضرب هتتأذي جسديا بالضبط ففيه بيبقى تركيبة أو أنه يجوزها وهي لسه طفلة عشان يقبض مثلا بالضبط ده عنف جنسي ونفسي تمام لاتنين أو واحد بيمارس العلاقة الحميمية مع زوجته بشكل غير لائق يعني حتى في الشرعة فيه أصول للموضوع ده فيه ملطفة فيه أسلوب فبيمارسوا بمنتهى كده يعني فده عنف العنف الاقتصادي وناس كتير ما تسمعش عنه بس هو عنف ليه بقى؟ فيه أزواك حضرتك كارت البنك بتاع المدام بياخدوا مستحقاتهم آه بالضبط يعني طب حضرتك أساسا المفروض تصرف من الألف لليأ في البيت الشرعة بيقول كده بالضبط يجبر بنته أحيانا مش بس مراته تشارك فيه فيه يعني يمكن في بعض القرى أبهات بتشغل بناتها الصغيرة في البيوت منتشر أبي وتروح هي تاخد الماتب بتاح طب هي البنت استفادت ايه؟ عنف اقتصادي ده ده عنف اقتصادي يعني جار على حقها بزا ده عنف وإلا مش شرط ضرب العنف النفسي بقى ده يعني ده بقى ممكن تعمل عليه حلقات بالضبط ده بقى اللي هو ما تمسكهوش يعني أروح أقول إيه؟ بيديني بيلعب على نفسيتها بيكسر في نفسيتها بيقلل سكوتها من نفسها بالضبط دايما انت قادت بالضبط طول الوقت غير راضي طول الوقت أنت ولا حاجة طول الوقت أنت هو أنت بتعملي إيه زيادة أنت تخنتي أنت لا 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 أنت التربيزة كده لا فيه ريحة مش حلوة لا يعني ده صعب قوي ده صعب قوي قوي طول الوقت وعلى فكرة منتشر قوي يا دكتور والله جد جد يعني وهو ده فيه لعب على النفسية وعلى الثقة بالنفس ودي بقى يعني دي بعدين بقى إيه؟ دي شغلتنا نحن كان استشارات نفسية إزاي نخلي الست بالضبط ما تسمعش الكلام عدي بالحلقة الجاية إن شاء الله إن شاء الله طب من رأي حضرتك يا دكتور إن استت لما تتخلى عن صمتها وعن سكوتها عن حقها ده هيبقى سبب من أسباب اللي تقلل من العنف ضد المرأة؟ أعتقد أعتقد طبعاً لو الراجل حس إنه هي مستوعبة حقها وأنا طبعاً مش بقول إن هي تلجأ للقانون أو الخطوة لا لا طبعاً لا فيه خطوات كتير قوي لازم الست بالذات تعملها قبل ما يبقى فيه ده إجراء القانون ده بيبقى آخر آخر بالضبط يعني آخر حاجة ممكن نفكر فيها بالضبط يعني فيه حاجات كتير قوي وخطوات كتير ممكن تتخذها إنما مجرد علم الراجل إنه الست عارفة حقوقها ده ممكن يخليه راضين شمي يعني فكر طبعاً أنا هتبهدل يعني أنا لو أزتها ممكن لا أرجع في كلامي بقى بالضبط حتى العنف النفسي اللي هو ما تقدريش بناء عليه ترفاية قضية إنما لو حس إن هي وثقة من نفسها قوي قولي يا حبيبي براحتك أيها بالضبط هيحاولي غير التكتيج هتغير الخطط يعني فهمها إزاي هيتتبع أساليب تانية بالضبط طيب يا دكتور دلوقتي إيه الجهات المسؤولة اللي لو بنت تعرضت فعلاً للإزاء النفسي والجنسي أو تعرضت للاختصاب اللي هي تلجأ لها فوراً من غير أي كلام شوفي الحمد لله الحمد لله يعني عندنا في مصر واضح جداً أنه الرئيس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي معتاني قوي بالمرأة وبيقدر قوي المرأة وبيعمل مبادرات وصحة المرأة وبيعينها في أماكن حساسة وبيهتم بالشابات يعني وبكبار السن والحاجات دي كلها وانا الحمد يعني لقيت مؤخراً حملة جديدة طبعاً تحت رعايته الرئيس من المجلس القومي للمرأة تمام عاملين خط ساخن إذا حباني أقوله أطفد دلي طبعاً هو 15 115 المجلس القومي للمرأة الرقم ده أي واحدة بتتعرض للعنف تقدر تكلمه وهم بيتصرف تمام طب بما أن النهاردة يا دكتور بندعم فعاليات اليوم العالمي للعنف ضد المرأة وبما أن حضرتك عضو في المجلس الاستشاري لشبكة إعلام المرأة العربية ولبسالك أورنجة هو عشان هو لك وبيضضلون المعتمد ممكن حضرتك تقول لنا إيه الحلول والتوصيات الأخيرة وكلمة توجيهها للمرأة المصرية الجميلة والمرأة العربية بشكل عام أقول المرأة العربية والمرأة في العموم لازم تبيعارف حقك لازم يعني فيه كلمة ممكن تختصر حاجات كتير كوني له أنثى يكن لك رجلا لازم تعرفي أن أنت جهازك العصب الأقوى هتستحملي أكتر استحمليه وصبري عليه احتويه لازم تعرفي أن أنت بتستخدمي الجانب اليمين من المخ وده جانب المشاعر والحنان والإبداع فأنت احتوي الراجل إذا كان أبوك إذا كان زوجك احتويه واختي كل الإجراءات دي في الآخر خالص بقى وعلى فكرة بمناسبة شبكة المرأة العربية هي كمان جهة منوطة أنها تساعد المرأة في الحاجات بنذكر حضرتك جدا على الحلقة الجميلة دي وكان نفسنا نكمل كلام مع حضرتك نورتينا وشرفتينا دكتورة مرسيل حضرتك جدا دكتورة هالة سكر استشاري أو عضو في المجلس الاستشاري لشبكة إعلام المرأة العربية وصاحبته مؤلفة كتاب مملكة الحب نورتينا وشرفتينا دكتورة أنا أسعدها وكلمة ليه قبل الختام أن ربنا سبحانه وتعالى عزز وكرم كل بنت وكل ست نزلت على الأرض ورسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات فأنت غالية جدا وربنا غلاك وعززك وكرمك فما تسمحيش لأي مخلوق في الدنيا أنه يجي عليك أو يقلل منك أو من مكانتك أو يفقدك ثقتك بنفسك بسبب ضعفه أو أنه يمارس مرضه النفسي عليك لازم تعرفي قيمتك كويس قوي ولازم تعرفي أن مكانتك كبيرة قوي في أنك مثلا ممكن تربي ابن ويطلع راجل سوي يعرف يقدر ويحترم كل بنت بيتعامل معها سواء مامته أو أخته أو حبيبته أو زوجته يعني تعززها وتكرمها وتدللها مش أنك تمارس أو تحقق رجلتك في أنك تكسر شخصيتها أو أنك تبقى تشوفها ضعيفة ومكسورة صدقني أي بنت في الدنيا مختصر أو كلمة الرجولة بالنسبة لها بتختصر في أنك تكون أمان وضهر وحماية وسند لها هتعمل غير كده صدقني هتوصل لنسيجة عكس اللي أنت عايز احترمها وقدر مشاعرها صدقني الدنيا كلها تتحكلك بين إيديك مشاهدينا الكرام للأسف انتهى وقت حلقتنا النهاردة يارب تكون الحلقة عجبتكم وقفدتكم استنوني إن شاء الله الإسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من برنامج النص الحلو